موسيقى وكتشاف ده كان حدث هزة كبيرة في أوساط العاملين في تخصص البردي وفي الأثار بشكل عام لنهاية ده بيرصد الاكتشاف أقدم بردية مكتوبة في العالم القديم ترجع لعهد المارخوف في الأوسر الرابعة البرديات اللي موجودة عندنا في مدحة في المصر هنا في بردية أقدم طبعا بس هي بيقال إنها غير مكتوبة بترجع لنهاية الأسرة الأولى وهي معروضة في المتحف المصري برضو لفافة صغيرة من عهد من نهاية الأسرة الأولى اكتشفت في مقبلة حمعكة أو حمكة بالنسبة لنا دي احنا بنعتبر الحدث ده مهم لإن هي أول مرة بتعرض في المتحف المصري هي كانت بعد ما اكتشفت تم نقلها إلى متحف السويس وبعد كده سيدة الوزير دكتور خالد العناني طلب إن هي تأتي إلى المتحف المصري ليتم ترميمها وعرضها ويتم عمل حدث مهم بهذا الشأن احنا تستقبلنها من حوالي شهر في المعمل ترميم البردي بمتحف المصري وكبنا بعد عملية التوصيق لها السريع وبعد كده قدرنا نحن نحدد أجزاء منها لإن هي الكم كبير هم مثلا أحضروا لنا هنا حوالي عشر قطع زجاجية فيها القطع الصغيرة ما زاله بقيا في السويس ما يربو عن حوالي خمسين قطع زجاجي أخرى عدد الفريجمنس اللي موجود زي ما قال مثلا المكتشف ما يربو أو ما يزيد عن ألف قطع صغيرة محتاج إنها تعمل لها دراسة وبعد كده تجمع مع بعض عشان تستكمل البردية إحنا بس قدرنا نحن نشتغل على حوالي أربع نمازج صغيرة من القطع قدرنا نجمع بعض القطع الصغيرة اللي فيها طبعا بعد البرجوع للدارسين والمتخصصين وبالتعاون مع رئيس البعثة وكبنا مع عملية الترميم دي وعملية قادة التجميع وعملية التقوية وعملية العرض اللي هو موجود انتوا شايفينها حضراتكم في خلال هذا الشهر بس يعني يعني إحنا اشتغلنا خلال شهر أنا وزملائي طبعا في معمل الترميم اشتغلنا بشكل مكسف عشان يخرج هذا الإنجاز يعني وعشان الناس يشوفه لأنا بعتبر والله حدث سيسنائي أتمنى الناس تيجي تزور المتحف المصري علشانه أو أقدم برديات مكتوبة وصلتين من العلم القديم متعرف عليها ببرديات ودي جرف من قرب السويس أتمنى يعني الناس تيجي تزور المتحف وتتفرج على البرديات